موسيقى طابعا مساءكم وأهلا بكم في أمسية الجمعة من سارة ملاعبنا نواصل فيها متابعتنا لنتائج مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية عشر وقابل الأخيرة من الدور الأول لدور الخليج العربي المحترفين في حلقتنا اليوم ملاعبنا كل من سيدة أحمد خليفة حمد والكبتن بخي تساعد والكبتن سمير الشاذي حياك الله أبو خليفة الله حياك أهلا وسهلا أو بثاني مساء الخير كبتن سمير مساء الوار أهلا وسهلا بك أكثر حباي فاصل تفضلوا البقاء معنا في ملاعبنا نواصل متابعة مباريات الجولة الثانية عشر من دور الخليج العربي المحترفين أربع مواجهات حددت اتجاهات منتصف المشوار قبل جولة واحدة من نهاية الدور الأول البداية من سيدة زعبيل حيث كان أصحاب الأرض عشاق الأمبراطور على موعد مع فوز عريض على ضيفهم بنياس بخمسة أهداف مقابل هدف الوصل كان بحاجة ماسة إلى النقاط الثلاثة ولكن الأهم هو فوز كبير على فريق طموح بحجم بنياس من شأنه أن يعيد للوصل ولعبيه شيئا من بريقه لا لا الأمور كانت واضحة ضربة الجزاء الأولى كانت قبلها حالة تسلل الأمر أثر علينا كثيرا من النحية النفسية وهذا ما بدا واضحا في نتيجة الشوط الأول أعتقد أننا كنا نفتقد لقائد كبير على أرضية الملعب من أجل تمركز وآداء أفضل بالنسبة للعبين الشبان بخصوص ضربة الجزاء الثانية أعتقد أنها كانت خارج منطقة الجزاء وهذه كلها جزئيات أثرت علينا اليوم فريق هو الأهم بنياس هو الأول ممكن سنغير أمورا الأمر سيكون بالتنسيق مع إدارة النادي وسنرى ذلك بنياس اليوم بس اكتشف أنه لا يمتلك قائد للفريق بسم الله الرحمن الرحيم ويقصد فواز عوانة اللي كان في وسط الملعب يقول لك أنه لا يمتلك فواز اليوم ملعب فواز عوانة لكن اليوم بنياس إذا كان هناك قائد فريق لا الأعذار التي سمعناها نرى الأعذار التي سمعناها من شايفر كلها غير مقبولة بنياس اليوم ترى المباراة يذكرك في نهاية الدورة إنما تكون الأمور محسومة والفرق تلعب صح صح والذي تبقى لديك مجموعة فرق في النص تلعب بس للتاريخ تخلص الموسم تخلص الموسم هذا اللي شاهدنا اليوم بنياس مم موجود كان في الملعب يا ريال بنياس ما حسنا أن وبالذات في الشيط الأول يمكن المرة الوحيدة اللي وصلوا فيها للغول في الدقيقة يعني مع صفارة الحكم مع أنت نهاية الوقت الإضافي من الشيط الأول ما شاهدنا حارس الوصل في الشيط الأول أبدا وكأن بنياس ما كان موجود يعني وكان حتى شايفر يالس مكانة يعني لا حول له ولا قوة تشوفه في التلفزيون والكاميرا عليه يالس مكانة ما شفنا التدخلات لا من المدرب لا شفنا ردة فعل من اللاعبين لا شفنا فريق يعني يلعب يدافع عن عن اسمه عن سمعته عن مركزه عن شعاره أبدا ما شفنا في شيء ما كان بنياس موجود في الملعب بتاتا الوصل فرض شخصيته ولعب مباراة يعني يمكن من أحلى مباراة هالموسم هذا فرض شخصيته اللاعبين لعبوه بشكل جيد كان الترابط بين خطوطهم الأهداف سجلوا ثلاثة وضيعوا غيرهم وكان يعني أنا كنت أتوقع أن المباراة ممكن تنتيب أكثر عن خمسة في النهاية الأمانة لأن الشوط الأول الوصل يلعب مع فريق ما تسمي فريق يلعب ضد الوصل حتى اللاعبين لجانب الكرة الثالثة الكرة انقطعت من كوندي وكان الخطأ منه ووقف في مكانه ووقف في مكانه وما تحرك مرجع حتى يحاول أن يتصحي غلطته الهدف الهدف الثالث في شوط الأول نمكن كابتال سمير إذا شفت هذا ردت فعل للعب للنبي أنت أخطأت في الكرة على الأقل ارجع ساند حاولت يتصلح غلطاتك شفنا هناك في مباريات كثيرة لاعبين يخطؤون تحاول يحاول يرجع يصحح خطأة لكننا لم نرى لدينا اللاعبة لم يردت فعل نحن نقول لك الهدف الأول تسلل والهدف الآخر ضربة الجزاء الأولى تسلل وضربة الجزاء الأخيرة خارج منطقة الجزاء مثل الثلاثة أقوال الثلاثة أقوال الثلاثة أقوال النتيجة خمسة النتيجة 2-0 وانت تتكلم عن عن ركلة خارج المنفقة لا رأينا ردت فعل لا رأينا ردت فعل يعني هل يمكن أن يرى هذا الهدف الثاني ولكن يرى الهدف الثالث يعني ألاحظ ردت فعل ردت فعل الكوندي كان مفروض قبل الكرة من قطعة يعني فبنياس يعني هل هم ما فيه دفاع حتى هل هم يعني خلا نقول تشبعوا هل هم يعني شف هذا الساشة هذا الساشة هذا الساشة هذا الإمام مر منه خذ يمين ورد خذ يسار رد يمين هذا الساشة هذا اللعب الجنب المفروض أنه قائد الدفاع لا إله إلا الله يعني طيب حلو نحن نقول نحن نرجع مرة ثانية المواضيع طرحناها قبل وثاني على فكرة فيه لاعب عنده محترف تم استبداله من قبل المدرب وخرج هذا اللعب غضب غير راضي بيدرو كوندي وكان عصبي لم يتقبل قرار التغيير والتقى به المراسل مراسلنا مراسل قناة الشارج الرياضية وسأله لماذا كنت في حالة غضب بعد استبدالك قال نروح اسأل المدرب فهذه أول علامات أنه خلاص فيه شار في خلخلة في الصفوف وهذه الحالة اللي يطلع عليها الفريق في العادة حالات تطلع قبل ما اللعيبة يقولون هذا المدرب ما نبه لأن هذه الحالة كانت موجودة في العين مع ليكو لعيبة فرحة وصفقة وفي غرفة الملابس حسب ما بلغنا أنه قرار أجه في وقته حلو فضريبة تغيير الأجهزة الفنية كنتوا حلوين العام ماضي كنتوا ما شاء الله عليكم ماشيين كنتوا رايحين تلعبون على مسار حلو رايحين تلعبون على مراكز الصدارة هذا التغيير شو رايك أولا بسم الله الرحمن الرحيم نقول مبروك لفريق الوصل وهارد لك فريق بن ياس نتيجة صراحة يعني إيجابية جدا لفريق الامبراطور اليوم يمكن موضوع الشايفر بالنسبة واحتجاج على ضربات الجزاء وبالنسبة طبعا للتحليل للنقاذ والحكام بالنسبة لضربات الجزاء الأولى أنا في وجهة نظرية أتشوفها ممكن تكون هارسيت لأن الكرة هي طويلة على اليوم وليوم في مكان متسلم ولكن هذه وحدها الكرة الثانية التي طبعا ضربة الجزاء التي كانت تعتبر خارج منطقة الجزاء وحسب الداخل يمكن ضربات الجزاء حيانا تأثر على الفريق لكن بشكل عام النتيجة تكون ثلاثة واحد بالنسبة للضربات الجزاء بالنسبة للشايفر شايفر طبعا حاليا يعتبر من المدربين الذين كانوا في فترة من الفترات موجودين في الدوري الإماراتي وطلع من الدوري ورجع مرة ثانية يمكن حاليا بالنسبة له الأبديت ويد قديم ما مواقب مش مواقب الدوري بالفعل يعني أنا أحس إذا لاعب مثل محترف وتقول ليش مغير أنك المدرب وهو مش راضي على القرار بدأ الموضوع في خلل أزيدك من الشعر بيك قولي عشان تكتمل عندك الصورة وتعبر بما تشاء شايفر سألنا بعد نفس الشي هذا السؤال راسلنا سأله هذا السؤال رد عليه رد عجيب قال لي لا يوجد أحد أكبر من الفريق لو ما جاوب شايفر كان أحسن يعني هو مقتنع كأنه يقول أن هذا اللعب شايف نفسه على الفريق أنه متعالي أن التغيير كان عقوبة لا يوجد أحد هذا الكلام شايفر لا يوجد أحد في الفريق أكبر من الفريق والرد صادم لماذا؟ لأن هذا شيء داخلي لا يخرج من المدرب على اللاعبين المفروض ولا يخرج حدث في الإعلام إذا كانت العلاقة سلسلة بين المدرب وبين اللاعب وبين اللعيب بشكل عام مثل ما تفضلت لعبة نادي العين لما تغير المدرب كان فيه فيه نوع البهجة والفرح أحيانا المدرب يكون دائما قاسي أو يكون نوعية المدربين دائما تكون ما تأخذ الشيء الطيب من اللاعب ما توصل العلاقة ما تكون واي تسلسل بينه وبين اللاعب تسوي العلاقة علاقة أمر تسوي العلاقة علاقة تخويف مثلا تلعب بالطريقة التي أنا أبغيها كمدرب واللي أنا الصراحة أفضل أنني ألسك على مقاعد البدلاء حتى يمكن ما أشرك في المباراة وهو من أفضل اللاعب الموجودين في الفريق فلازم توصل العلاقة بين المدرب واللعيب والجهاز بشكل عام تكون علاقة وتوصل والمثال الكبير مدرب كرانسلاف مع نادي النصر هي علاقة تحس أن شفت لو لك يا فرحاني ومتطلعون في الإعلام مدرب شخصيتي قوية جدا ولكن علاقته ودودة جدا مع اللعيب يأخذ أبو ثاني بعد أزيد يأخذ لي بامر من أروع الناس الذين يتعاملون يجب أن أعرف جايك كابتن سامير من أروع الناس الذين يتعاملون مع اللعيب رغم أنه من الأسماء التي تعتبر فئة الأولى مدربين كوزمن وين في نادي الأهلي اللي كله نجوم من ضرب يعني الفريق الأغنى والأثرة لاعبين وماديا ومع ذلك الخمس سنوات مدر كم يلسياهم كان هذا الرجل بمثابة يعني محبوب لللاعبين محبوب وخرجهم يتمنين محبوب يدعم اللاعبين يدعم اللاعبين في مدربين يدعم اللاعب يعني أنا أنا بكون معك واقف ياك حتى يمكن في صفك ضد الإدارة إذا مثلا في قرارات معينة أو مثلا في مطالب معينة من اللاعب طبعا معروف من اللاعب لمطالب دائما فأحياء كوزمان اللي عرفت أنه يوقف مع اللاعب ويحصل من اللاعب لي يبغي في الملعب لكن إذا اللاعب طبعا هو مثلا مبطاعم يؤدي بعض الأمور لدوار التكتيكي وغيره ومش راضي عن طريقة الأداء هذا موضع ثاني طبعا كوزمان أكيد يوقف عن حده فبالتالي فيه مدربين صارمين لكن يوصلون ويعرفون محصلة شايفر بدأ ينشر غسيلة خارج هذا من الأشياء الخاطئ الذي يستخدمها شايفر أنك في أي موضوع كان محترف وحتى لعب مواطن مستحيل تكون العلاقة مثلا وتنشرها أنت مثلا في الإعلام لا صح صح وهذه أول علامات الفراق هذه أول علامات عدم التوافق على فكرة بيدرو الذي يلتقى فيه الزميل زكريا مشتوي مراسلنا لم يلتقي فيه على فكرة فيه الأروقة أو الممرات اشتقى فيه لحق أو التقى معه في المواقف باركنات السيارات مواقف السيارات يعني اللاعب هذا السبديل لم يجلس فيه مقاعد البدلة وما يلسر غير ملابسه طار روح يعني الموضوع خلاف كبير بسم الله المرحيم أول شي كابتن علي النقاط يجبنا دائما نثقفوا الرأي العام وفيه لعيبة صغيرة ممكن يجب أن يتعلموا من الحاجات الصحاح أحقاق للحق وكذلك نعطيه الحق لناس كل يعني الشي اللي سواه كوندي اليوم غلط 100% احترافيا مهما يصير اللاعب تصريحه لا يجب أن يكون بالشكل هذا توجه النادي وتوجه المدرب خاصة للإعلام يعني بن قوسين 100% تصرفه غلط كله نرجع للمبارات ممكن نقطة من نقاط شايفر اليوم حسابته غلطة بالكامل لأنه شايفر رأينا في نسختين مخالفتين في الدوري رأيناها مرة يلعب خمسة مدافعين ورأيناها مرة يلعب أربعة مدافعين تقريبا الفرق الكبار كان يعتمد على الخمسة مدافعين في أكثر شيء في رسم التكتيك اليوم حسيتهم صغر الوصل قليلا يعني يوم خيار أربعة مدافعين يعني أنا قبل المبارات كنت وقعت أنه يلعب خمسة مدافعين اليوم لعب أربعة لكن بين بالكاشف قيمة لعيبة المحترفين في الوصل هم لعاملوا الفرق كبير يعني ليما جيبور كانوا في فورما كبيرة اليوم هم لعاملوا فرق بين في المبارات إذا كان جدوا نجدوا نجزء الأمور أكثر نحلها أكثر عن شكل المبارات الأخطاء في المبارات كانت كبيرة من جانب بنياس يعني على المستوى التحذير الذهني يشكله في مشاكل كبيرة بتتبين نحل الأمور خطوة بخطوة يعني إذا كان نرجع الأهداف الأهداف معبرة جدا يعني ضربة جازاء لولا ممكن فيها تسلل ممكن قبل بس الغلطة هناك في الثمنتاش في الثمانتاش في الثقائق يعني صعب تصير يعني إذا كان ما فيش تركيز هذه الغلطة لولا الغلطة الثانية كوندي يطلب الكورة في منخفضة بالشكل هيك بالاستسهال إذاك عمل عليه الضغط جيبور خذي الكورة أعطاها الليمة حبوش تقريبا حبوش كملها الليمة الليمة جاب الغول الثاني الغول الثالث كما تكرم بخليفة الآن يعني هذه الغلطة اللي حكينا عليها الغول الثالث تقريبا من البنالتي الغول الرابع لو تأملوا فيه شوي البكي سار الحمادي يعني كورة سهلة في مناطق بنياس أعطيه بس غلط شلها لها عزيزي أعطاها الليمة الليمة قولها الحمادي نفسه أعمل غلطة في ضربة الجزاء هو العمل للبنالتي يعني تقريبا هنا ما فيه شوالة هدف من أهداف الوصل غير الشوطة البرام 18 متر التزديدة كل أخطاء كل أخطاء فردية تحب نحل الأمور بالمنطق هنا نقدو فيما تفسير واحد فيما على جانب الذهني قلة تركيز إذا كان ما فيه شلنك قوي من المدرب للتجهيز للعيبة متاعه هذا يشوفه في أنديت العالم الكل نزيده نأكده للكلام اللي حكاها أبو ثاني تأثير المدربين على اللعبة في فرق كبير في لاعب مع مدرب ممكن نعطيك 80% يومدرب عنده خطاب قوي ويعرفي أثر على اللعبة اللعبة ممكن نعطيك 120% و130% ممكن فما مثال دائما نحكيه هنا حتى اللعبة في وقت ملوقات مورينيو مثال صغير ممكن خارج على دورينا لكن مثال يقتدر به يقاس عليه يقاس عليه في وقت في تصريح صحفي عملوا كامبياسو ووقتها كان يلعب في الانتر عند مورينيو قال المدرب الوحيد إذا كان يطلب مني باش نقتل نقتل مورينيو مورينيو شوف قوة الخطاب معجب بقائدة شوف اللينك الموجود بين اللعب وبين المدرب صح يعني اليوم نشوفنا الصورة هذه تقريبا تشكيلها نفسها كانت مع كايو خطاب كورنسلاف الحركة متاعه على الخط التواصل الثيق التي أعطاها اللعبة نجد النصر تغير بدرجة كبيرة نفس اللعبة نفس التشكيل لا يوجد ولا خياء لو نجعل التشكيل بالاسم نفسهم شو التغير يعني تكتكين ما نصور حاجة كبيرة انضافت بس على المستوى الروح تصوف على المستوى القتال على المستوى الروح الموجودة في المجموعة حاجة كبيرة استوىت في النصر اليوم هذا شفنا في بنية سنفات مع كورنسلاف يعني هي منظومة كاملة ولازم النجاح ليس سهل حلقات تواصل على مستوى الذهني على مستوى التكتيك على مستوى البدني كابتن سمير تصديقا لكلامك نحن ما شفنا اليوم تدخلات من يعني خاصة الشوط اللي يصار في الانهيار الشوط الأول اللي ينهار في عبارة انتهت المرافق ما شفنا اي تدخلات من شايفر كان شايفر يارس محله هو يعني الجهاز الفني معتز والجهاز الفني كاما يام تطلع ينقل على الكاميرا هم موجودين ما في يعني انت تشوف فريقك ينهار تشوف الأقوار يعني ورا بعض وتشوف عندك خطاء أخطاء لعيبة خطأ ورا خطأ خطأ ورا خطأ في وين توجيه اللحظي يعني اللحظي وين تصحيح اللحظي المتابعة لا يعني في متغيرات داخل الملعب في شرخ في شرخ في العلاقة ما بين الاثنين واضح بين اللاعبين بين المدرب واضح يعني واضح هذا شي يعني يعني وخاصة لا واحد مثل كوندي كان موجود السن الماضي مع كرونسلاف وياه شايفر فحاس بالفرق حاس بالفرق يعني تصرفها غلط انا اتفوق يا كابتن بس يقارن نفسه السن الماضي في هذا الوقت كيف كان بعد نهاية الدور الأول وشوف نفسه مع الدور الثاني وين صار وشوف يعني طبعا مع تفاصيل كثيرة داخل الفريق موجودة مرة يعني حتى الفريق خرج من مسابقة كاس خليج العربي وخطة إداري اشراك لاعبين اجانب فوق المسموح اشركوا سبعة بدل ستة خاطئ خارف فهذه كلها تنعكس عن اللاعبين اللاعبين كانوا فايزين في المبارا بذلين مجهود ومسجين أهداف وكوندي منهم وفجأة بخطة إدارية يخسرون كلها تأثر على العلاقة بين الطرفين الجهاز الفني والإداري واللاعبين وإذا اللاعب كابتن تعرف يعني إذا اللاعب يشوف مدربة عاجز شو بتكون ردت فعلي صح وفي شيء ثاني كابتن علي اللاعب في المباراة يوم يكون يعني في السكور خاصة الأهداف المتالية على الأخطاء فردية اللاعب يدور على ثيقة في نفسه أول سيبورت لازم يحصل من المدرب يعني إذا كون شهور رياكشن تاع شايفر مش هاجل يسعد دكة بعد اللول والغول الثاني اللاعب شو تستنى منه أكيد بشيكون انهيار كبير وحاجة أخرى اللاعب المحترفين هذم اللجول دورينا كما كوندي وكما غير وكما نحكيه حتى على ميليسي كما نحكيه على كارليتوس اللاعب هذم جايين للدور كترمبولين يعني كتسويقين يحب القيمة متاعه في السوق تقعد بالشكل المرتفع عشان دائما يقل أسهم وتاعه القيمة التسويقية تكون كبيرة في سوق الانتقالات من حقه يوم لعب كيكوندي يحس المستوى متدني في الفريق وانه مش قاعد يتحسن ومش قاعد يعطي في المردود اللي كان يسوي فيه السنة اللي فاتت أكيد بش يكون مش راضي على روحه ومش راضي على الجو العام في الفريق والرياكشن هذه ممكن ما تصير قدام الإعلام تصير الرياكشن في الكواليس ممكن مع الإدارة ومع شيء ثاني يعني تقريبا الصورة العامة في بنياس فترة التوقف هذه لازم مراجعة كبيرة يعني يعني في شو بالضبط والله مبدئيا علاقة المدرب باللعب شو قاعد يصير هذه رئيسية هذه مهمة اليوم كانت معنا كثير لما ضربنا المثال بنادي النصر هم نفس اللعيبة اللي كان الكل ينتقدهم يقول لك اللعيبة هم اللي ما ياسرين يقدمون وراح المدرب الأول تفنش والثاني تفنش والثلاث تفنش المهم بدون توقف يعني يا مدرب يعرف يشتغل يعني يعرف كيف تعامل مع الناس نفسهم اللعيبة هذا لما أنا نقول لك صراحة والنصروير يعرف وإحنا نعرف البشر متفاوتين النصر مو بسوبرستار يعني لعيبته مو بهم الأفضل عشان يعملوا الطفرة الكبيرة لكن الناس عندهم مجموعة عناصر تفاعلت بعض اشتغل والدليل نحن سألتنا سؤال عن موضوع نادي النصر محتاج يعني يعني نحن ترسالنا السؤال قبل أول فلاق جولات أقول لك بدل محتاج صانع العرب محتاج مهاجم كده حدار شسمه قلنا العرب كواسي كواسي ما كانت في طالبات في تغييرهم في أول المسم ممتازين ممتازين بدون لا لا نحن لا نقول أنهم تقارنهم باللعبة بس حسنا بس حسنا يعني توزي أمس مسجل هدف أول ما تحس فيهم في المباريات مخليفة أول ما تحس فيهم لعبة المحترفة النصر مهم مهاجم لكن قدر المدرب يطلع منهم أكثر من السابق سؤال الآن أخير بالنسبة لبن ياس سأسكر موضوعها قولي الإدارة تعتقد أنها بيكون عندها ردة فعل المفروض تكون عند الإدارة ردة فعل وردة فعل صارمة وسريعة وسريعة جدا لأن الفريق بهذه الطريقة انتخل الموضوع مثلا النتاج السلبي والإيجابية وغيرة وصلت العلاقة بهذه الطريقة في مشكلة لا تنحل بسرعة واسرع وقت قبل الانهيار للفريق بشكل كبير صح والدليل والدليل الثاني أن البني ياس في المركز داعش 11 نقطة يعني كل جولة وحتى كل جولة نقطة يعني المبارا مهدد بقوة بينه بين قبل الأخير مبارا فعلا مبارا الفريق محتاج وقفة محتاج وقفة الآن نعم نتكلم عن الوصل الوصل الآن حسابي ما أخذ وقت طويل دائما نتكلم عن الفرق اللي عندها مشاكل نأخذوا وقت لكن الفرق اللي وضعها زين نعبر ممتازين الوصل عندما بدأ الوصل يتعافئ عنده 18 نقطة الوصل في المركز السابع 18 نقطة السابع أو السادس السابع السابع 18 نقطة عقب الظفرة برصيد 20 نقطة الظفرة السادس وثاني منطقيا 18 نقطة يفصلك عن المتصدر 11 نقطة عن المتصدر الأهلي 11 نقطة في عملية حسابات المنافسة عندكم براه وياه في الدور الثاني نقص من 11 نقطة ثلاث نقاط ثمان نقاط ممكن تكون فارق بينك وبينه الآخرين ممكن يقلصونها أنا مو بخيالي الآن مو بخيالي بس بدغة النقاط تتكلم عن شو على الوصل تتكلم عن المنافسة أيوة 18 نقطة حسابيا بالنقاط إذا الوصل وضع في اعتبار المنافسة هل هو في إطارها ولا لا الوصل بالنسبة للمنافسة لا أعتقد أنا لا أضع الوصل حتى لو كلم نفس الوصل اللعيب يجب أن ننفس ما راح يقدرون بو مروان اليوم المباراة وضع بنياز كان سيئ أول شيء أول شيء القوال كلها عبارة عن أخطاء الوصل عنده لاعب واحد يسمونه اليماء هو اللاعب الوحيد الذي بدأ يتعافى وبدأ يرد طلع على اليماء من التشكيلة طلع على اليماء من التشكيلة يعني ما يوصل أنا خالي أتكلم معك وحدة وحدة قلت لك عنده اليماء أنا عبر أصلاف الشارج لا لا كمجمل فريق فيه عنده وائد مشاكل الوصل حلو لا محلها مشاكل كثيرة عنده لازم يحلها يعني ينسى المنافس لا تقول لي ينافس الفرغ يعني هاي الفرغ الباقي مثلا نحن بأتقول شباب الله لي والعين جزيرة أنا حين العين عقب خسارة اليوم أخاف أخاف كم نقطة وهو مش أصلا مش جاهز كمنافس اليوم مباراة الوصل اللي فالس فيها فالس فيها يعني أنا ما أقلب من الوصل أنا ما أبغي الوصلوي يحسون أن الفريق يعني هذا اليوم فائز خمسة لكن بخطاء وضربتين جزاء وبالنسبة له فوز فوز معنوي وقام يعني يفوز في مباراة أفهم من كلامك لا تغشكم لا تخدعكم هالنتائج بضبط أنا هالكلام يعني هذه مباراة اليوم لا تخدعهم أنهم ينافسون هم ممكن ممكن يكون يتحسز في هالمناطق ممكن يتكلم على الأسيوية يفكر في الأسيوية أوصل للرابع أوصل للثالث لكن يقول منافس منافس لا بس في ملاحظة أبو ثاني ما صارت في الدوري أنه فريق خلص مرحلة الذهب قابل 22 هدف وكان منافس على الدوري يعني اليوم الوصل من الضعف الدفاعات ثالث أضعف الدفاع في الدوري رابع قوة هجومية بن خوسين بس بالتشكيل الدفاعي الموجود قابل 22 هدف للجولة 12 تقول لي بشتتعطل في سوق الانتقالات صعب كثير أنا أتكلم عن المنافسة أن يأخذ الدوري ممكن يحس موقعه لكن أن يأخذ الدوري أبعد أستبعده أبدا مستحيل بس إذا بلغة النقاط هو قريب صح تحسين مركز رأيك أبو خليفة صعب في المنافسة أنا أتفق المنافسة لها شروط ومقاومات لا موجودة زي الخماسي الذي موجود في فوق هذا أرى وقارن الوصول أبو خليفة هناك معيار في المنافسة من سنين لفاتت الفريق الأقوى الدفاعي هو تلقاه منافس تقريبا خطوط الدفاع أحسن خطوط الدفاع في الدوري هم تلقاه منافس هل يتميز فيه العام فاز أقوى دفاع إذا كان الأهلي خمسة هداف هو 22 هدف لا يفوز بطولة إلا أقوى دفاع لا التصديق لكلام سليم لا تقول دفاع منهار وتقول بطولة الأهلي فاز بخمسة الوصول فاز بخمسة الشارج فاز بخمسة النصر يعني بس أنت ارجع للشكل العام للفريح وإذا فاز الوصول بالدوري شو بتسوي هل يوم فاز كلبه شو بتسوي إذا فاز بالدوري يعني إذا فاز الشارج بالدوري الوصول يعني معناها أن الشارج والعين والشاب اللهلي والنصر والجزيرة سلوا مفاتيح النادي وروح وخلوا النادي فاضي إذا هذا لم يوجود كيف يفوز الوصول هل يوم فاز تشلبه بالستة طرحت هذا السؤال قلت أن تشلبه مهلت لما فاز تشلبه على عجمان بالستة هل طرحت أنت هذا السؤال وقلت أن تشلبه ممكن ينافس شوية الوصول طيب أنت لا على عدد الهداف أنك تسوي الوصول يزعلون علينا إذا لم قلنا من نوع لن نكون أمينين مع نفسنا نحن نقول لك خذ الوصول صريحي معه نعم خذ الوصول وقارن بأي واحد من الخمسة بالنفس بلغة الأرقام بلغة الأرقام حتى بلغة الأداء حتى بلغة الأداء بالمستوى بكل الأمور بمقاومات اللاعبين الموجودين قارن اختار أي واحد اختار أي واحد من الخمسة وقارن بالوصل وتشوف الوصل لا الوصل الوصل أنت تتكلم عن منافسة قوي يبثاني قال إذا الجماعة طلعوا من الشارجة والعين طلعوا يعني معناها يخسرون كل المباريات الوصل يفوز حلو الكلام حلو لكن عندي المواجهات الثانية ولازم أروح للقمة قمة المواجهات في أستاذ هزاع بن زايد بمدينة العين استقبل الزعيم ضيف وشباب الأهلي وكلهم يبحث عن فوز مهم بعد تعثر الشارجة أو الشارقة بالأمس شباب الأهلي حسب القمة بهدفين مقابل هدف رغم تقدم العين عن طريق اليابان شو تاني ولكن الضيوف كانوا أكثر واقعية والأجدر بنقاط المباراة التاريخ بكل شكل بشكل كامل قدم مستوى جيد مستوى ميز الثقة كانت موجودة الرغبة كانت موجودة في الفوس الرغبة الأكبر في عملية تحقيق البطولات وهذه الرغبة التي نحن دائما نؤكد عليها وهم أيضا عندهم صرار على تحقيق هذه الإنجازات إن شاء الله نحن نحقق نتيجة إيجابية خلال المباراة القادمة لا نحن نجهز نجهز للمباراة القادمة مع الجزيرة تصور المباراة ستكون سهلة مباراة ستكون صعبة فما عندنا فترة توقف عندنا تجهيز الفريق للمباراة القادمة أحبك أحبب أبارك أخواني المجهود في المباراة اليوم الحمد للأقدم من المباراة كبيرة تلايق بسمع شوائد الأهلي بلاعبين بجمهورة هذا طبعا الجهد المجهود الذي في المباراة كان باين على اللعب قبل المباراة العين كنا مساعدين ومراكزين على المباراة كانت مهمة بالنسبة لنا المباراة نصف النهاية صح ننسى المباراة اليوم لدينا المباراة مهمة ضد الجزيرة تاريخ عشر تقريبا إن شاء الله راح نعدل لها المباراة المباراة صعبة طبعا لا والله هذا بعد الموضوع راجع للأخوة مجلس إدارة يعني أنا جاي بشكل موقعت أعتقد أنه الفترة المقبلة عليهم يعني أعتقد أنهم راح يشوفون ما هو مراسل للفريق وأعتقد أنه في فترة إيجابية راح تكون الفريق إن شاء الله قبل البنتي طبيعي من تتباري فريق متصدر يحاول أنه يعود المباراة في فترات المباراة لكن ما كانت عندهم ذيك الخطورة لكن بعد البنتي شوي حاولنا أنه نرجع المباراة لكن الشباب الأهلي قدر يعني يتفوق علينا في تفاصيلها صغيرة بشكل عام نبارك لهم مرة ثانية جين المواجهة هذه أبو خليفة ونمر بشكل سريع لأن الفريقين كبيرين ما عندهم ذيك المشاكل اللي نوقف عليها خلنا نقص نتكلم عن المباراة لا نتكلم عن المباراة الفريقين ما كان فيه فرق بينهم في المستوى في الأعداء المباراة لا نقول المباراة كانت مستوى فني عالي مباراة كانت حماسية باستميلة طبعا خاصة في الشرط الثاني الشرط الثاني جمال المباراة بالأهداف التي صار حلو سريع لكن الذي يحسب فيها المباراة أن اللاعبين التي تتكلم من الأهلي يعني اللاعبين الصغار هم الذين تسووا الفرق في الأهلي حلو فازين لا لما تتكلم عن عيد خميس موليد 99 21 سنة حلو الولد هذا اللي يعني رغم الخطأ خطأ التي تسجل من الهدف يعني ومشاركته في الخطأ هذا لكن لأنك تقدم هذه المباراة خامة نعم وتقدم هذه المباراة حلو بهذا المستوى أمام العين في العين في هذه الظروف التي تثير هاي اللقطة التي غلط فيها أبو خليظة هذه هاي اللقطة تقصدها هاي الغلطة باغلطة باغلطة لكن نشوف وحاول أن يصحح غلطتي ومثل كوندي حاول أن يصحح غلطتي وتسبب في الكرة هذه التي رفعها تسبب في ضربة الجزاء ولعب مباراة الثاني واحد من الأولاد الصغار لحسب المباراة طبعا أحمد خليل ما علي كلام أحمد خليل ما شاء الله من المباراتين وأحمد خليل بدأ يرجع إلى المستوى الذي نعرف هل مخاطرة هذه كانت هذه طريقة تسجيل لاعبين وستطيع تتكلم كل لاعب لطريقة في تسجيل الأهداف ومن ضربات الجزاء وهذا اللاعب حارب عبدالله سهيل هذا الولد من مواليد 2002 عمره 18 سنة ينزل في مباراة مثل هذه مثل هذه أمام فريق مثل العين بين جمهورة بهالولد بخبرته ينزل ويغير المباراة ويستلم كرة ويحس الهداف حارب عبدالله سهيل ولد نجم عبدالله سهيل الذي كان يلعب فيه الشارجة والعب في الأهلي والعب في الشباب والعب في الشباب بعد ماشاء الله لكن اللاعب هذا ينزل في هذا الوقت من المباراة في وقت حساس ويستلم الكرة وبحس الهداف يسجل هدف الفوز ولادة نجم هذه هاي المباراة هاي اللي تعطي اللاعب هاي أولاد الصلاة ويأخذها من جانب ثاني متع السنة لأولاد اللي يعطونهم فرص للمدربين أن المدرب هو اللي يعطاه للجرح هاي نعم طبعا هذا شيء مهم جدا والمدرب اختار الوقت المناسب للدفع فيه لأنه بعد مباراة مثل هاي يمكن تنهي اللعبة اخذها من جانب آخر لكن فأنت اليوم تختار إذا كان إسماعيل أحمد بخبرته وبتجربته وبعمره كان نجم اليوم من العين لأنه قيادته للدفاع فعيد خميس هو النجم من الأهليين هذا وإن شاء الله نقول نجوم الأهليين ونجوم المنتخبات وإن شاء الله أي البرحة قلتها أريد أن أضيفها وصححها اليوم لماذا البرحة لما كنا نتكلم ونقول عن الشارجة في فترة من بعد بعد التوقف بعد عودة النشاط من المنتخب كل فريق لعب ست مباريات نادي الشارجة فاز في مبارتين فاز على الجزيرة في أول مباراة وفاز على النصر وخسر مبارتين وتعادل مباراة وتعادل مع بنياس وتعادل مع عجمان وخسر مباراة من ست مباريات حقق ثمان نقاط ثماني من ثمانت عشر نقطة ونقطة من آخر ثلاث مباريات اللي هي نقطة من آخر من تسع مباريات من تسع مباريات من يشوف عند الأهلي ويشوف الحصائية ويشوف أنت كيف الضغط المباريات الموجود اللي عاشوا فيه كل الفرق كيف استفاد من الأهلي بالدكة والتدوير لماذا لا تضرر بالدكة بالتدوير بوجود الأدوات المتاحة تحت يد المدرك تم إحصائيتهم الأهلي لعب ست مباريات تعادل مع الوصل وفاز في خمس ست عشر من ثمانتاش ست عشر نقطة من ثمانتاش مبارا هذه إحصائية مؤشر بطل النقطة الثانية عندما تكلم عن أحمد خليل أحمد خليل باختصار أحمد خليل اليوم دخل في المنافسة عبو الهدفين وصل اليوم إلى ستة هداف وعليه مبقود سبع هداف شو تبع تقول لي شو تبع تقول لي أقول لي أحمد خليل نشكرك أنك أنت ركزت في الملعب الكلام اللي قلناه قبل لأحمد خليل لأنه بعد المشاكل تقول لي استمر ونقول لي استمر ركز اليوم أحمد خليل أن نلعب مباراتين وراء بعض في وقت يلعبون فيه مضغوط ويلعب الوقت كله كامل ويكون عنصر مؤثر ويكون عنصر مؤثر نعطي الورد يشتغل صح نعم هذا التركيز من اللاعب حالة ذهنية عالية مرتفعة نتمنى من أحمد خليل أن يستمر هذا الشيء لأن أحمد خليل وعدنا في المنتخب أنه في شهر ثلاثة سيكون أحمد خليل شكل ثاني عن المرحلة الأولى في المنتخب فأحمد خليل في المسار الصحيح جيد جوب أحمد خليل واصل على الطريقة واصل على الأمور هذا وننتظر المزيد وننتظر المزيد نسلم خليفة دعني أتابع ردود أفعال الجماهير بعد المباراة أنا بوصل رسالة بس حق الكورة فلنهاية أحنا أخوان أهو أهلاوي وأنا عيناوي أنا خسرت خلاص هارد لك مبروك النادي الأهلي خلاص وصلنا عشرين عشرين بطن والله والله ما قدر أقول أنه تعبان لأنه عندنا غيابات بس أدو الشباب بس أنا عندي شيء واحد مدافعين وصلوا عمارهم لين الثلاثين ليش أغلاط مباراة كبيرة لازم تواتر اختباك بس حبة على حبة أتي الصدارة والله شباب الأهلي اليوم اليوم اللعيبة بدعوا صراحة وفي شوط الثاني تغير التكتيك والآن في الصدارة وأنا أقولكم يا جماهير يا الفرق انتبهوا والله الصراحة والله ما كنت اليوم أتوقع مساقش الحمادي ما كان المفروض يكون موجود تشكيل بحق منه ما ألعب سمباريات بس مثل ما قلت لك هذا كله شغل شغل مدرب يعطي الثقة للعيبة غابوا عنه الشق الدفاع اليوم حد غايب الوسط حد غايب الهجوم حد غايب لكن تشوف اللاهلي كل مبارا قاعد يفوز ما عنده مشكلة في الدفاع من أفل هجوم صار اليوم غلط من عيد لكن الأخطاء واضف قوة القدم فرحان من جانب الشارج وفرحان من جانب اللحلي بس مثل المباريات القمم هذه فيها الندية وفيها وما تعرف بصراحة استمتعنا في أجواء المباراة بشكل عام كابتن عصام عبد الله مساء الخير أبو عبد الله مساء النور مرحبا أبو مروان إجازة سعيدة أول شي نتمنى لك وانتلا سعطال عمرك الرحب فيك نحن ومشكورين ورحب الكبات الموجودين عندك حياك الله أبو خليثة وكبتن مخيط نعم كلهم سمعونك سلمون عليك عبد الله شفت المباراة اليوم نعم والله شفت المباراة طيب كانت رائعة جميلة عطنا تقييمك للمباراة فضل والله أتصور النقص العدد الذي كان في الأهلي شباب الأهلي مثل ما قلنا قبل المباريات السابقة دائما يولد نوع من الحماس أكثر من باقي الفرق العين بلا شك أن المباريتين اللي طافت فاز فيها لكن الأداء ما كان مقنع نوعا ما حتى اليوم قل المستوى شباب الأهلي أكيد ما بيفوت هذه الفرصة ولا ننسى أن نناقص لعبين مهمين مثل فانورو وليناردو لكن كانت عندهم أتصور الرغبة أكثر بعد الهدف رغبة الأهلي كانت واضحة ردة فعلهم كانت رائعة بتسجيل الهدف وبعدين تسجيل هدف الفوز نقول مبروك للفريقين في كل شي كانوا متعادلين يمكن في الاستحواذ يمكن 51 49 ضربات الركنية لكن يبقوا الفريقين كبار ونبارك للأهلي ونتمنى التوفيق للعين في مباراة الغادمة العين بعد برصيد 21 نغطة والعين يبقى اسم كبير لا يمكن تجاوزه في أي ترشيحات لكن الفارق اللي صار بينه ثمان نقاط بينه بين الشباب الأهلي تعتقد أنه سيعطي أفضلية للأهلي وبعد العين مرمان لا تصور أن فارغ النقاط هي المعضلة الآن على المعضلة في العين والجزيرة نفس الشي أداء الفريق أداء الفريق هو السبب أنت يوم تأدي ما عندك مشكلة تعرف أنك بترجع في أي وقت بس اليوم أدو عصام أدو اليوم أنت تقول أدو ونحن نقول أدو شو المشكلة على العين العين شكل رد بس أنت تأدي وما تفوز نقول ما علي العين مشكلة سمعنا أن يتعاقدون مع مدرب لكن يبقى الفريق مبهول الفريق الذي نعرف العين رغم أن جاهزية بأهلي ورغم أن الأهلي شباب قصدي الجزيرة شوف كيف الجزيرة توقعنا الجولة اللي طافت خلاص ما راح يتنازل عن أي مباراة عصام أحيانا يأدي الأهلي اليوم كانت رغبتي أكبر شو يناقص العين الآن المنافس شباب الأهلي بو مروان المنافس هو شباب الأهلي أي فريق يرعب اليوم جدام شباب الأهلي بذير اتفع مستوى يأدي بس أنا أقصد بو مروان أن شكل فريق مبهو العين العين اليوم كانوا موجودين أدى بطريقة اليوم لم نرى حتى فرص وايض ضائعة المباراة كانت جميلة أنا اتفق والاستحباد والشكل للفريق يوم الشوف وهذا لكن الموضوع عندي أن العين مبهو العين العين مبهو العين عصام عصام هذه فترة التوقف هذه فترة التوقف والعين يعني رضى ولا ما رضى العين يتم مرشح عند جمهورة وعند غير جمهورة المسؤولية هذه لن تبتعد عنك أهل اللاعبين سواء كان في موسمة أو غير موسمة يومه أو لا بيوم العين يعني بكل الحالات لا يوجد لعذر إلا المنافسة فياي فترة التوقف عشرين يوم تقريبا عصام المدرب تقريبا اعتقد أن يوم في مصدر من خلال حسابنا في قناة الشارجة في تويتر أن البرتغالي بيدرو إيمانويل سيدرب العين حتى أو سيكون مدرب العين حتى نهاية الموسم المدرب ياي ومحتاج الفريق ممكن تغيير على صعيد اللاعبين شدي صحيح أولا لا ننسى أن العين عنده الآن مباريتين مهمة عنده كاس الخليج العربي مع النصر وعنده مع أخر فكان طبعا مطالب أن يفوز في المباريتين هذه والثانية ولكن شكل العين مفروض أن يتغير دائما نسمع أنه في مدرب ياي الفريق لا نعرف إذا فيه لاعبين مقيمين يتواجدون أو لاعب أجنبي لكن لا أعتقد أنه لاعب واحد سيغير شكل الفريق وماروان تتكلم عن نادي كبير بحجم نادي العين نتكلم عن شكل الفريق بشكل عام من يغير شكل الفريق مقيم صح عصام بخيط أبو ثاني يسلم عليك ويقول لك كسبت الرهان أبو ثاني كسبت الرهان لكن أنا لو أعرف أن الفانور وليناردو لا يلعبون لأنه يفوز أنا كنت أتمنى أنهم يلعبون أبو ثاني وخليفة تستهلون فريق الأهلي فريق من سنتين خلنا نكون واقعين من بعد تغيير للمدرب هذا هو الذي نتكلم عنه تغيير المدرب أحدث طفرة في فريق شباب الأهلي أحدث طفرة في نادي النصر هذه لنوعية المدربين التي تحتاجهم طالما عندك الأدوات وعندك العناصر أروى أروى بارينا صراحة مدرب رائع أنا شاكر لك أبو عبد الله أيضا أيضا مدرب النصر هي أكيد كرونوسلاف أكيد من المدربين ممتازين أشكرك وعود أن نحن مستمتعين بتحليل الكباتم أعطيك العافية شكرا جزيلا شكرا جزيلا أعطيكم العافية زين في شيء حاب تتكلم به ثاني حاب تتكلم به في هذه المباراة في شيء لفت انتباهك غير فوز الأهلي مستحق لفت انتباهي طبعا عودة بندر الشوط الأول بندر ترى كان مستاء بعض القسمين مستاء من أداء بعض اللاعبين من زملائها خلي الاستياء هو عودته كبليميكر كصانع ألعاب حتى شكل خطورة بداية الشوط الأولي على الشباب اللهلي في كم من هجم طلعات عند مثلا الفنت عند الكروس حد اللعيبة كان ممتاز بندر اليوم من خيرة اللاعبين من خيرة اللاعبين ولولا بندر يعني الشيء الجيد أن بندر كان موجود في المباراة بدأ شوي العين يبين يعني كان بشكل عام حتى أبو عبدالله أنا كلمت قبل للمباراة قلت له الشباب اللهلي للغلبة هو الأكثر ثباتا وهو اللي بيفوت وكل الناس يعني أكثر الناس عارفة وضع شواب الأهلي من وضع العين في الفترة الأخيرة وهو أبو عبدالله بروح أتكلم قالت العين ليس هو العين للواحد يعني يشوف العين هو المنافس القوي اللي بمكانك مثلا تحطي ذيك كل هداو تقوله أنه بينافس صح ولكن محتاج بالفعل العين بعض التدخلات غير المدرب غير المدرب محتاج لعبين محتاج لعيبة سمير نقاط سريعة سريعة شباب الأهلي كيان مشروع على مدى طويل ومشروع على مدى القصير تقريبا المشروع نشوف فيه اليوم ناتج متاعه اللعيبة الشباب الموجودين كما شفنا حارب سهيل كما شفنا محمد جمعة كما شفنا عيد اللعيبة هذهم شفتهم من قبل في بطولات دولية احتكاك حب نحكي أنا في الشباب يعني بطولة مجلس دبي رياضي تقريبا شفتهم أخرين يعني يجيون في الطريق تقريبا هذا ناتج ذكي من إدارة الشباب الأهلي قاعد يعطي في أكله اليوم وهذا ممكن المثال لازم يقتدوا به الأكاديمات الثانين على مستوى القصير الحين نحكي على مباراة العين اليوم الفرق أنا نشوفها مباراة كانت متوازنة كثير 50-50 الفرق جرؤة رودولفو والدكة متاع الشباب الأهلي جزئيات صغيرة فرقت وهذه كورة القدم اليوم ممكن العين نرى خسر الهزيمة لا تعكش المردود متاع الفريق كامل العين تغيير كبير لما نقول أرواة كان جريء العين مدرب العين كان متردد على حسب الدكة والمنج نحكي ليدارة متاع المباراة رودولفو عمل تغيير في دقيقة 77 جاب له المباراة عمل تغييرين مع بعض اللي دخلوا حارب ومن ثلاث وليد وليد تقلوا معهم تقريب حارب ورجاب الهدف يعني هذا تقول كوتشينج 100% من أرواة بارينا ولو أنه شباب الأهلي في وقت من الوقات كان ممكن نتيجة التعادل تكفي كانوا فارق في الترتيب صح صح بذكاء شوفوا الجرأة المدرب في دقيقة 77 تغييرين خرج الحمادي دخلوا اللاعب الاثنين هدم هو لجاب الهدف ثلاثة نقاط فرقة كثيرة على مستوى الدوري هذا ناتج جرأة رودولفو يعني الحين التثمين الكل بالنسبة للمدرب على مستوى المباراة والإدارة شباب الأهلي على المستوى النادج في الأكاديمية وحقا المنظومة الرياضية المنظوذة في دبي يعني ممكن على المشاريع تطوير الشباب الموجودين أنا ممكن قريب للمنظومة وقال نشوف ما قاعد يصير في مشاريع كبيرة ممكن من شباب الأهلي كنادي ولا كمنظومة مجلس دبي الرياضي ممكن ونحكي بعد على التثمين على اختيار المدرب فقط ملوقات شفنا جميل فقط ملوقات شفنا عيد اليوم من أكبر ملعبين موجودين في الملعب لعيبة صغار نتشت هذا مثال في الأكاديميات ممكن نثمنه والشغل من الشباب الأهلي ونتمنى الأكاديميات الكل تنجز على المنوال المشروع هذا لأنه حتى وجود اللعبة اليوم لا نصور خيار من المدرب بروحه لأنه أكيد فيه دعم إيداري للمشروع هذا 100% أروى بارينا أتكلم بعد المباراة برجع وأخذ تعليقك كبو ثاني نتابع أروى بارينا ردًا على أن البودلاء أو الدكة أو المغير موجودون ورغم الغيابات أننا نقضي بشكل جيد يقول أنه دائما أزرع الثقافة الفوز وبعدين أن الناعب لا يصنع فريق وأننا وأننا فترة شغلين على هذا المنوال موضوع الأهم شيء المجموعة والتكاتف وهذا الطريق وأنا دائما قلت لهم أنا فخور بالمجموعة فخور باللاعبين على كيفية التدريب وكيف يسوب روحهم في التدريبات قبل المباراة دخل الانيرجية في كل التنمية وفي كل مباراة ويبزلوا طاقة إيقابية كبيرة في التدريبات أو في المباراة والله يشوف الواحد لازم يكون واقعي ممكن يبتعدنا على اللقب شوي لكن في فترة جاية قادمة قد تكون فترة تحول للجميع أتمنى أنه نستثمرها بشكل جيد بشكل مناسب لا مو مسألة ما عندك لاعب بوسط لكن قلت لك بعد الهدف ضربة الجزاء تفوق علينا مو بس حتى الطرف اليمين تعرف بندر راجع من إصابة فترة طويلة فأعتقد الجان البدني الثرب عليه بشكل كبير حاولنا أنه نزل بديلي شوي مع سعيد جمعة لكن في هذا الوقت أسجل الهدف الثاني الأهلي زرع ثقافة الفوز أربع بارينة تتلع عن زرع ثقافة الفوز عند اللاعبين جدد ثقته وفخرة فيهم وقال أنا ما أقتنع بفريق النجم يعني الرجل يقول لك أنا فريقي يعمل بنظام المجموعة ممتاز طبعا رواب بارينة بالنسبة طبعا في بعض الأمور حصلت في فترات على فترات متقطعة بالنسبة طبعا أول شيء أحمد خليل وعودة أحمد خليل والإصرار على الزجبة أحمد خليل في المباريات هذا بروحة جانب نفسي كبير وحين لاحظنا المردود والصبر على أحمد خليل فترة طبعا أحمد خليل كان منقطع كبير عن المنافسة أو المشاركة كلاعب ولكن ردت حين الدليل عليه أن سجل في بارات شلبة ثلاث أهداف واليوم سجل وكنا متواقعين يسجل اليوم بالفعل سجل بضربة جزاء ولكن حتى مردودة بالنسبة للتحواذ على الكرة الإسناد القول الثاني هو اللي يسوي الأسست بالنسبة للحارب فبالتالي طبعا نحن نلاحظ هاي يمكن نقطة من نقاط بالإضافة إلى يعطي الثقة لللعاب الموجودين حارب عيد يعني لعب لعيبة ما لعبوا حتى في الدوري كأساسيين ولكن لعبهم وعطاهم الثقة الكبيرة وهذا يدل على أن ندرب قريب جدا من اللعيبة ويحاول دائما يحتوي أي خلال أو أي مشكلة بسيطة تحدث الفريق ويحاول يسيطر على الوضع فهذا طبعا من المدربين اللي طبعا منفروض أن يكونون من المدربين اللي طبعا إذا سووا تصنيف بالمدربين المتازين في الدوري طبعا يكون واحد منهم يكون من أيضا المدربين نموذجيين بضب سمير الريال عارف أن عنده تحدي سيدة أروة بارينة عارف أن عنده تحدي أو تحديات متعددة في جبهات كثيرة سألعب عليها راح للدوري الأبطال كبطل كاس صحيح صحيح ولا لا مباشر على دوري الأبطال وفي نفس الوقت منافس على بطولتين بطولة الكاس وبطولة وبطولة الدوري على الكاسين على الكاسين لازم موجود على البطولات المحلي وكلها فالريال يالس يدخل مباراة هذا اللعب الصغير هذا وهذا اللعب الشاب في هذه المباراة واللعب الشاب في هذه المباراة في يالس يدور اللي غيره ما استوعبها الدرس ويالس يتعاقب اليوم أروى بارينا من منتظر المفاجآت والسيناريوهات السيئة ألعب عن النجم الواحد اللي رح ينقذني اليوم ينقذني باتر فريق ينقذك يشلك فريق 24 لاعب 23 لاعب كل مباراة لها عناصرها المباراة ضعيفة لها عناصرها المباراة القوية لها عناصرها المباراة هذه حارس مرمو المباراة هذه البطولة هذه لها قائمته رجل محترف في العمل هذا جانب الخبرة امتع رادولفو والدليل على هذا أنه غياب ليفانور وغياب ليوناردو عاوضوا اليوم بسهولة غياب موجد بالطبع والدليل أنه هذا المدرب هذا عنده خبرة كبيرة المتابعين له على أي مستوى أول شيء كان نحكيه على أرقام الشباب الأهلي بالطبع اليوم أقوى دفاع بخمسة هداف صح أقوى هجوم 28 هدف قبل جولتين لفت وثلاثة جولات لفت لم يكن فيه هداف الأهلي إلا أحمد خلطت الفترة الأخيرة بالتهديف لكن قبل لا تعرف مين الهداف في الفريق تقريب الهداف موسع الكل يسجل أكثر فريق الكل يسجل يشتركه في الهداف هذا من نقاط تورنوفر قاعد يصير عن تدور اللاعبة هذا صحي جدا لأنه كل ملاعب يحس بالمنافسة في المركز متاعه وحاجة أخرى الآيب على الدكة تحسهم مقتنعين وفرحانين مع رادولفو يوم أساسي يوم على الدكة مقتنعين بالفكر المدرب يعني هذه منظومة كاملة يعني تتحسب بالرادولفو وفي نقطة مهمة كثيرة يعني كانت فارقة كثيرة لأنه كانت فيه علامات أنه ممكن تصير مشاكل فيه شباب الأهلي وشوفناهم في الملعب ممكن ردود فعل أحمد خليل فوق الملوقات يعني فيه علامات كانت تدل أنه كانت تصير مشاكل رادولفو كان يأطر بدبلوماسية كبيرة المشاكل هذه بتصريحاته بهدوءه بحسن التصرف متاعه يعني إنسان تقريب فاهم الموضوع كامل فاهم المنظومة فاهم اللعب الإماراتي ويبغى بالضبط يعرف كيف يتصرف في المباريات يعني على المستوى التكتيكي على المستوى إدارة الرسيد البشري الموجود عنده تقريبا رجل المهمة بامتياز فاهم شغله فاهم شغله يعني أي إنسان يتابع الشغل لرادولفو ما يلقاش فيه أي عيب من العيوب للحين هل القائمة تساعد قائمة اللاعبين طبعا ولا فكر وذكاء إدارته طبعا نرى الثنين مع بعض اليوم نرى إسماعيل الحمادي اليوم متاع خمرة نرى إسماعيل الحمادي يلعب وشوفنا يلعب اليوم برتم عالي جدا ولعب 77 دقيقة كرتابيا كان في أغلب المباريات على دكة الاحتياط اليوم لعب مباراة وهو الوحيد من الجانب اللي يكمل المباراة له اللعب بأجنبيين مرياني يطلع يوم دخل وليد حسين في دقيقة وكرتابيا لعب ولعب بمستوى عالي وكان فاتح جبهة الوحدة على يمين فاليوم عندك هالأسماء وكيف أنك تخليهم جاهزين على طول في وقت استغلالهم من سجل أول هدف في بطولة الدوري يوسف جابر الكرام اللي قال لك كابتن سمير قال لك أن اللاعبين موافقين يسون على الدكة اليوم يوسف جابر نازل نازل الاحتياط لوليد عباس فاليوم أنت المنظومة الموجودة في الهلي منظومة صريق العمل واحد لا منظومة منظومة العمل في وقت من الأوقات كان نجم الهجوم محمد جمعة بلي اليوم أحمد خليل نجم الهجوم نتكلم عن نحن المواطنين الأهلي من أقل الفرق استفادة من الجانب لكن الزخيرة القوية الموجودة عنده اللعبين المواطنين صح المستويات المخضرمين الكبار أو الشباب الصغار والشباب الصغار هذه الذخيرة التوليف في الأهلي أنا إذا ما تخوني الذاكرة اللي اشترك في التسجيل لهداف مداية الموسمة اليوم 12 لاعب 12 لاعب شو 12 لاعب 12 لاعب اشتركوا في تسجيل الهداف في الموسم هذا جميل هذا دليل فيه ماكينة واحدة تشتغل داخل المعب هذه منظومة 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 فرق إذا كان أول هدف في الدورة يسجله الباك اليسار وآخر هدف اليوم مسجله ولد عمر 18 سنة هذا الباك اليسار عمر 35 سنة تقصد أن هذه العلامات أو هذه الصفات أو هذه المؤشرات كلها تقول لك أن الفريق يسير بشكل جيد وأن هذا فريق عنوان لنجاح هذا الموسم رغم أن في وقت من أوقاتك انتقدنا أداة الأهلي وفي بداية الموسم كنا نقول الأهلي بالأسماء الموجودة عنده وبالمدرب وكذا ما كان يؤدي وكان يفوز لكن مع الوقت الرتم صار يصعد وصعد ويعني بشكل خلنا نقول متتالي والمقاس بتزيد شوف اليوم أنت تفوز على الجزيرة بس بقولين على الفجير أستغف الله وهذه نفس تلعب مع العين وتفوز بعد بهدف هدفين فأنت هذا يعطيك شو يعطيك يعطيك أن هذا الفريق يشتغل بمنظومة معينة منظومة تلفوز الفريق يسهل الفوز مرشح رقم واحد للبطولة هذا المرشح نشوف حاليا يمكن هو عند أفضلية عند أفضلية في الترفيح وستتأكد في الجولة القادمة لأنه يتأكد في الجولة القادمة لأن الجولة القادمة لكن الجولة القادمة ستأكد أشياء كثيرة صحيح الجولة القادمة مع الشارجة لكن الفرير اليوم موجود في المنافسة في ثلاث بطولات يعني خل البطولة الأسيوية لكن البطالة المحلية موجودة في المنافسة في ثلاث بطولات لا يجب أن يكون ثلاثة لياب وحدة لياب وحدة من السنة الماضية بطولتين وثاني الدوري هذا حدف كبير جدا بس شكل الشكل العام الشكل العام شكله بيب ثلاثية اليوم أنت لا تدري ما يحدث باتر لا تدري الظروف لا تدري لا تدري في الظروف لكنك أنت الفريق الذي يكون بالشكل هذا وياسيق أدي ويعتمد على مجموعة كبيرة لن أخرج خالي الوفاة لا يطلق أعطيك رياحية أنا أنتقل كابتن سامير ماذا تقول هناك ملاحظة فنية على شباب الآلي تقريبا الفريق الوحيد الذي كان مستحوذ على الكرة في المباريات كلهم بالنسبة الاستحوذ والنتيجة كانت معها في أكثر شيء والرقم المميز على المستوى الدفاعي عشرة مباريات في الشوت لول كلينشيت ولا هدف ولا قول في الشوت لول هذا يعني قطلك على المستوى الأرقام تشوف شباب الأهلي اليوم يعني مميز جدا على الفريق على جميع الفرق مواصفات بطر بضبط مواصفات بطر الفجارة وعجمان كانت تحمل اليوم عنوان الهروب إلى الأمام خصوصا مع تعثر حتى الفرصة كانت مؤاتية لمجيد بقرة من أجل رد الدين للمصري أيمن الرمادي الذي أقصاه من كأس رئيس الدولة قبل أسابيع قليلة المباراة انتهت في التعادل بهدف لمثله في اللحظات الأخيرة الشباب ما قصروا بدلوا اللي عليهم تقدر تقول الفجارة صرقوا المباراة يعني في آخر دقيقة نحكنا داخلين عشان ثلاثة نقاط بس الحمد لله نقطة بعد خارج ملعب زينة حق الفترة اللي آية إن شاء الله سيقول بالنسبة لنا نحن نقطة إيجابية لنا كنا من المنافس وخارج ملعبنا الحمد لله المباراة يمكن تبغي التعادل اليوم لا إن شاء الله ما بندخل ما بندخل نقعدين تفرطوا في نقاط عبدالله بس ما بندخل إن شاء الله قادرين نعاوض نعادل أوضاء نحن نلعب من فترة يمكن تقريبا دور الأول كامل ناقص نلعب محترف نشوف النقطة يعني وايد بتفيدنا خاصة نحن نلعب يمكن دور كامل بمحترف واحد نحن الفريق الوحيد اللي عانى من هالشي يعني لكن الفرق الثاني يمكن محترف واحد يغيب بالنس تتكلم تقول ناقصين نحن ثلاث محترفين ما يلعبون يلعب محترف واحد النقطة طبعا من فريق الفجيرة على ملعبها تعتبر جيدة بس بظل الظروف أننا كنا فائزين وكان عنا يعني حسب خمس حسب أربع دقائق وقت ولا ضايع والسجد الكرة في الدقيق ستتسين أظن أن الهدف يكون غير غانوني بغض النظر إذا كان الفاول أساسا هل هو سليم أو لا يعني للأسف الشديد كابتن حامد رغم أنه حكم ممتاز بس معرف شمط الوقت لي كده المفروض أنه حسب أربع دقائق ما فيش فيهم أي قضاع للوقت فيهم تغيير واحد لما أحسب أحسب وقت بدل ضايع 15 ثانية لـ 30 ثانية فمعرفش إلي خلينا يلعبنا للدقى 96 أنا مش قادر أعرف مش عايز أقول أنه رجع التعادل لسوق تقدير لكن الوقت ليه ليه تمت الوقت وليه قدي فول في وقت يعني وكأن يعني أنت المفروض أن أنت الحكم في الملعب المفروض يعني يبقى حازم خلاص الديت أربع دقائق والوقت فعلا خالص وكرة فوسة الملعب خلاص المباراة خلصت لكن إحنا بمنتهى الصراحة برضو ضيعنا المكسب من إيدينا كاننا في الوقت اللي المفروض نستحوز فيه خسرنا الكرة فيه بصورة كبيرة وكنا ممكن نضيف هدف تاني وكنا ممكن نلعب بجرأة أكتر لكن شوية التراجع اللي حصل في آخر سبعة دقائق ده ما كانش كويس أبدا رغم أن الفجرة ما ضيعتش اللي كرة واحدة فأثناء المباراة كلها ما فيش خطور علينا لكن ما عرفش إيه سبب التراجع دي بتبقى حالة حالة لا شعورية اللعبة من من أنفسهم لكن الحمد لله قدر الله مش أقف على أولا أولا ما فيش حد في أمان وفي مأمن من أنه يدخل في صراع لكن الحمد لله فريقنا لا فريقنا برضو شوية أداءه مختلف أداءه قوي فالحمد لله لا يعني ما فيش إن شاء الله خوف على فريقنا إن شاء الله نزيل عجمان بعد المباراة هذه عنده نقطة سار في المركز العاشر عجمان 13 نقطة والفجيرة في المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط فقط يعني المباراة النقطة هذه كابتن سمير لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل هذا الوضع المضطرب في هذه المنطقة من الأربعة نقاط فكان آخر فريق إلى العاشر خلنا نقول ليل 11 بنياس هذا مواجهة ستة نقاط يعني فريق مباشر في المنطقة رح تكون بطولة هذه المواجهة المباشرة بينهم أكيد هذه النقاط التي تفرق في الصراع بطبيع هي بمجموعة ستة نقاط خسارة الخصم وإضافة النقاط لك بطبيع اليوم إذا كانت تحكي على وضع الفجيرة في الترتيب أو وضع عجماني اليوم يعني الأثنين في نفس الوضع وضع محرش في أشد الحاجة للنقاط لأنك لو تقارنهم على المستوى الفني بالفرق الثاني نحكي على شباب الأهل على جزيرة على العين يعني منطقيا في المقابلات هذه نسبة ثقيلة أنك تعطيهم يجيبون نقاط في براية هذه الموجهات المباشرة من فرق آخر الترتيب في نهاية الموسم النقاط لا تفرق في الآخر تقريبا الفجيرة اليوم اختف نقطة اعجاز في الآخر لأنه لم يكن في توفيق لأن الفجيرة كان على مستوى الاستحواذ كان أحسن في المبارات وخيار بقرة أنه لعب بثلاثة مدافعين اليوم يعني على أساس بخمسة مدافعين ممكن الخيار النجاح فيه في المبارات الأخيرة لأنه على المستوى الصلابة الدفاعية استوى أحسن الفجيرة وعجبني في الفجيرة أنه فيه ضعف الأدوات لكن اللحمة كانت موجودة وكان فيه تضامن كبير مع المدرب هذا حتى من اللعبة من الإدارة بقرة ما عندوش تجربة كبيرة في التدريب أول مرة لا ما عندوش تجربة كبيرة أو مدرب مساعد أظن قبل لكن مدرب أول أول تجربة ممكن احنا تكلمنا عنه بقرة مساعدة المبارات الأخيرة وقلنا عنده لم يصلح مشاكل الدفاع بالفعل اليوم بدأ اليوم واضح الشغل رغم أن ندخل فيه هدف لكن العادة أن تدخل أكثر عن هدف فهو رتب الأمور بالنواحة الدفاعية وهذه المنظومة مفروضة تكون موجودة في الفرق كل الفرق كيف عندك دفاع حتى مثال كبير يلعب كرة وجميل ويسجل ويفوز الشوط الأولي ويخسر بأساس أنه لا عنده المنظومة الدفاعية تعباني بالنسبة له كلام سبيب أنا ما أتكلم عن خط الدفاع كأفراد لكن بشكل كال برافو عليك اللي هم لاعبين من منطقة الوساط عندهم أدوار دفاعية المهاجمين عندهم أدوار دفاعية نشوف جمهور الفجيرة بعد المباراة شو قال نقطة أفضل على شيء لكن بعد لازم نعدل فريقنا المحترفين يبالهم شغل مواطنين لا يقصرون مواطنين يبنون تدابات السنة جيدة لكن المحترفين يجب أن يشل الفريق محترف يشل الفريق لا يعالع الفريق يقعد احتياط هذا أكبر غلط يجب أن يراجعون في السم يبدل في المركات والشتوي جاء صفر على الشمال صراحة نطمح لأن نقطة أفضل فلاشية مثل ما قال أخو السسمو وإن شاء الله قادم أفضل يعني يتعادلنا فرحانين اي شو بتقول يا أبو الفاول قول أي فوز عادي حتى لو تعادلها مش يتعادلنا والله صغار من حقهم يفراحوا ما مستعصين ليش مقتل فينا أحينا بل فوس عما لعبنا بل فوس لا ليش مستعصين على التعادل آخر تقول يبنك ماذا تقول ما تقول على المبارعة صراحة الفريق تعبان والله محتاجين محتاجين جانب يداد إن شاء الله نتمنى من الإدارة راجعوا أمورهم للدور الثاني وراء أنا ترطع شكل الجودة روح المبارة الأخيرة حتى الضفرة وهي آخر محاور حلقة اليوم حيث حول نتيجة المبارات حتى الضفرة عفوا حول نتيجة المبارات الضفرة حتى سيطر الإعصار وتقدم ومتعنى كعادته بكرة قدم جميلة ولكن هذا لا يكفي حتى سقط مرة أخرى وخسر على أرضه أمام الضفرة بهدفين لحدث يتجمد رصيدة عن ثمانية نقاط محتلاً لمركز قبل الأخير في وضع غير معبر عن واقع الفريق وأداءه فيما وصل الضفرة إلى النقطة العشرين والمركز السادس ليقرع باب المربع الذهبي بفارق نقطة واحدة قبل نهاية الدور الأول بجولة واحدة أيضاً أخطر اللعبين أنه على علم بالتعب الأحل فيهم خصوصاً أنه لعبوا عدد كبير من المباريات في خلال فترة صغيرة لكن قال إنه لازم يبذلوا أقصى ما عندهم ويحاولوا يعدوا أين كانت التكلفة عدينا مباراة ما كنا نقدر نتوقع أو دفهم إنه ممكن نهاية تكون نهايتها بكل تأكيد مستقبل المدرب دائماً تحت الضغط تحت ضغط الإقالة إذا كانت النتائج سلبية فأنت دائماً تحت ضغط الإقالة والعكس صحيح بس ما قاعد أفكر في هذا الشيء حالياً ما الذي أشتغل في الآن هو كيف أستطيع أن أغير هذه الوضعية التي نحن فيه ما الذي أشتغل فيه يوم مهمة لحكم أنت ضغط الإمباريات بينا اليوم في الشوط الأول كان الفريق تحس إنه شوي يعني اللياغة البدنية والالتحامات ما كان بالشكل المطلوب في الشوط الثاني الحمد لله قدرنا إنه نرفع من معنوياتهم والحمد لله ظهر بمستوى طيب كي تشوف اليوم في الدورة لكل فريق له حق مشروعي إنه يفكر إنه يفوز يفكر إنه نافس يفكر إنه يحس من مركزه نحن دايما دايما نحن نتكلم نتكلم مع اللاعبين إن طموحنا دايما يكون من ستة لفوق بالعكس هذا مجهود لاعب قاعد يقدم بيّن للناس إنه يستحق وفيه غير خالبة وزير كذا لاعب لدينا موجودين يستحقون إن شاء الله راح يكونوا موجودين في الفترة القادمة الحمد لله على كل حال دايما نقولها نتمنى حد يقولنا مبروكين خلال الفترة اليائية نصلح أغراضنا عندنا خمسة أيام ممكن إجازة بنحاول نصلح أغراضنا ما عندنا وقت الحين نضيع ما عندنا مباراة نخسرها لازم نفكر على حد كل مباراة لنحكبه طولة من نسباتنا في هذه المباريات أكيد بتكون خمسة خمسين تقريبا لأن الكل يبقى ثات نقاط مهمة ضد الفريق يعني بس الحمد لله اللهم لك الحمد لله يعني هذه ثات نقاط مهمة جدا لنا من مشوارنا وإن شاء الله نكمل على هذا وأحسن إن شاء الله شوف هي المدرب يقولنا في فكارات طويلة أنا ألعب حق منه حق بيدرو بيدرو ينزلها يا عن مخيل يا عن بوزير فأنا دائما أقول حق بوزير روح بس وراه يعني علشان يلعبها من لمسه ونروح سيهج مرتده وشي هو توفيق من رب العالم يمكن الفرق الكبيرة تطلع أكثر فتخلي مساحة في ظهرنا في ظهرها فأقدرني أستغل مساحة أكثر نفس ما تعرف حنا نلعب خمس مدافعين فأنت كلاعب تلعب جدام صعب النتيك كور وايد احنا كل مباراة ناخذها الثلاث نقاط يعني الحين احنا الخامس ولا الثامن ولا التازل في النهاية أنت ما بتنافس على دورك منطقيا ولا أنت بتنزل للتحت فأنت تطمح دائما نتحسن مركزك نحن ناخذ مباراة بمباراة عندنا آخر مباراة في الدور الأول إن شاء الله نحقق الثلاث نقاط فيها وإن شاء الله نشوف الفرق الثاني بعد شيء يمكن تخدير هذا ما تأخذون دوري؟ لا 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 بعيد عنه إن شاء الله إذا أنا دوري ما بنقوله زين على العموم الظفرة بالنسبة للظفرة ياب وخليفة الظفرة عشر نقطة معدل عالي جدا بالنسبة للظفرة يعني اللي اعتقدنا ما حاط موضوع المنافسة في باله حاط أنه يكون يعني كفريق لقيمته ومؤثر في واقع البطولة وحتى من يكون بطل فعشنا النقطة معدل رائع جدا للظفرة ممتاز وممتاز وبينه وبين العين نقطة العين سابقين في الترتيب حاليا بـ 21 وخليفة ليس أسأل السؤال أي قال الظفرة ينافس أو أنا حين أكثر عن نقاط الوصل عندك سبكت ليش زين سبكت أكثر عن نقاط الوصل عندك سبكت لأسألت سبكت ليش العام لا يصل الظفرة نهاي كاس وصل النهاي صح لماذا خسار لأنه يفتقد ميزة البطل لكن عندما أتكلم عن الوصل تاريخ يدعم اللاعبين حتى له كم معاق لكن غير اللاعبين الحقوا البطولات تاريخ يجعون لك شحنة لا تتكلم عن التاريخ ففر يفتكر للبطولات إذا تتكلم عن التاريخ التاريخ يحققوني لاعبين ثانين في حد خميس التاريخ حتى في النصر في النصر ترى منافس 23 نقطة تطلع من المنافسة بعد لا لا تطلع أقول لك تتكلمني على التاريخ قلت والله الوصل ممكن يحصل على البطولة ظل 17 نقطة الضفرة حين انجي 20 نقطة 18 وصل لكن لو نصير ابو ثاني لو نصير حين نسأل لو نسأل لاعب من الضفرة ولاعب من الوصل رغم ابتعاد الوصل بفترة طويلة ومستوافعي فالآن الضفرة فايز على البطل ادري ادري لو تسأل بينافس بيقول لك أنا ما بنافس لا ليش واصل النهاية ترى لو تسأل واحد منهم بيقول لك أنا ما بنافس العام واصل النهاية على الكاس بمروان بمروان انا عندي شيء احنا لا نسى نتكلم على التاريخ اذا لدينا تتكلم على التاريخ التاريخ النادي الفلاني التاريخ النادي الفلاني كل اللي نسألها تاريخ ولا ننادي ما للتاريخ والتاريخ الحققوا لعبين غير على اللاعبين الموجودين اليوم صح فارغم ابتع KATR تاريخ لنحمل حاضري ولم Havens no time و لا يفكر عن المستقبل و في فرق تصصنع التاريخها اليوم فارغم الأول فارغم الوصل نتكلم عن الضفرة اليوم رشح الضفرة ر detector لم نتشح لا رشحة الوصل لم ترشحت أريد أن تسألها السؤال غليب يقول ما رشحة أبو ذايت رشحة؟ رشحة الضفرة للبطولة؟ لا أنت طلعتنا من المباراة على فكرة أنا رشع الضفرة للبطولة هناك معطا عصائي مهم بعد خلص الوقت خلص ثانية ثانية ثالثة فضاء على مستوى الدفاع للضفرة 15 دفتر نفس العين نفس الشر يعني دفاعها؟ لا لا يحصن الجنب لا يستطيع وعنده هداف جواب أعطيكم عافية أعطيكم عافية العموم أهم عنوين الجولة هذه الشباب الأهلي في الصدارة الوصيف الشارجة خسارة ثانية على التوالي العين بخسارته اليوم أكد أن الأهلي هو صاحب الأفضلية واليوم وضوع الفرق التي تستقبل في ملعبها المنافسين تخسر تلاحظ في الجدول شيء غريب الشارجة خسارة 2-1 من الوحدة في ملعبها في ملعب الشارجة الجزيرة في ملعبها خسر من نصرة 2-1 العين في ملعبها يخسر من شواب الأهلي 2-1 حتى في ملعبها يخسر من الضفرة 2-1 يعني كل اليوم الملعب لم يلعبت مصلحة فرق خسارة الثاني والثالث فوز الأول صح الأول فوز ثاني الثالث وخدم فوز الأول وخسارة شكرا لكم وخليفة شكرا لكم وثاني شكرا لكم وثاني شكرا لكم شكرا جزيلا حبيل الكرام وصلنا إلى الختام نلتقلكم إن شاء الله غدا لكم عطيم التحلي إلى القرى اشتركوا في القناة